واصل جيش الاحتلال الاسرائيلي قصفه البري والجوي والمدفعي لمناطق متفرقة من قطع غزة في اليوم الاربعين بعد المائتين من العدوان والذي بدأ على القطاع في السابع من شهر اكتوبر الماضي اطلق طيران الاحتلال الاسرائيلي المروحي النار بشكل مكثف واصل مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطع غزة وذلك بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف حي البرازيل جنوب المدينة كذلك قصفت مدفعية الاحتلال منازل شرق مدينة دير البلح وشرق مخيم لبريج وشمال غرب مخيم نصيرات وسط قطع غزة كما اطلقت زوارق الاحتلال نيران اسلحتها رشاشة صوب منازل قبالة شاطئ المدينة وحسب اخر حصيلة لوزارة الصحة في قطع غزة فقد اصفرت الحرب الاسرائيلية على القطاع حتى الان عن استشهاد ستة وثلاثين الفا واربعمائة وتسعة وثلاثين شخصا اغلبهم من النساء والاطفال واصابت اثنين وثمانين الفا وستمائة وسبعة وعشرين شخصا فيما لا يزال هناك الاف الضحايا مفقودين وتحت الانقاض اشتركوا في القناة